عنا اليوم سهرة مخمخة مع بعض يمكن انت الوقت عندك الصبح او الظهر بغض النظر اي وقت عم تسمعنا اليوم انا رايق لك ومتحمس متحمس اشارككو عن موضوع اكتر من عزيز على قلبي موضوع عميق 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 بالنسبة لي وبيعنيلي كتير لانه صار عندي وعي انه قادر يقلب حياتك وقادر يقلب حياتك بانسانية جمعة بس شو رايكو قبل ما نبلش نوخد نفسين ثلاثة مع بعض نغمض عيننا حط ايدنا عقلبنا ونوخد نفس جوه وبره القلب كأنه القلب اللي بتنفس وبره كمان نفس وطلع بره كمان نفس وطلع بره حين نتأكد اذا الصوت تمام اوكي هلا رح ندخل اليوم في حوار جدا عميق عن موضوع زي ما احكتلكو عزيز جدا على قلبي الهذا رح اطلب منكو ما بدي تبلش بأسئلة بدي اياك تفتح ذهنك تفتح نفسك تفتح قلبك اتوسع اكتر من اي وقت انت وسعته في حياتك اتوسع ابعد من حدود ذهنك اتوسع من اوسع من اي حد عملت في حياتك حتى تستقبل معارف انا واثق مليار بالمليار انها عندها القدرة تقلب حياتك قبل ما احكي لك عن الاستقبال ومسار الاستقبال وليش انا بشوفه هو الثورة خليني بس احكي لك شوية من وين اجاني الالهام لموضوع الاستقبال حتى تكون معاي على نفس التراك تكون معاي على نفس الطريق انا شخص اللي بيعرفني عندي شغف مرعب للتغيير يعني اذا بتمسك ايهاب التركيب الاساسية تاعته ليش هو جاي على الارض السبب الاساس اللي انا جاي فيه على الارض حتى اساهم في التغيير اساهم في النقلة اساهم في رفعة الوعي وهذا ايش يخلى عندي obsession خلى عندي هواس غير عادي اني دايما احاول الاقي اسرع تقنيات للتغيير لاني مش بس بدي استخدمها حالي بعرف اني لما الاقي هاي التقنيات اذا بعطيها للناس بتقدر تغير حياتهم فانا شخص غسط في مواضيع لا ممكن تتخيلها كل اشي بخطر في بالك في موضوع التطوير في موضوع الروحانيات من اقصى الغرب لأقصى الشرق يمكن الي ايد فيو او جربته ليه عم بحكي لك هذا الاشي مش عشان افرجيك اني انا سوبرمان مع انه كل اياتنا في العموق عنا سوبرمان عم بحكي لك هذا الاشي لاني جربت اشياء كتير ولكن قبل ثلاث سنين كنت في جزيرة بالي وانا بهاي الجزيرة بلشت اتعلم كيف استقبل الطاقة افضل من اي وقت تاني وبلشت كلمة استقبال تكبر داخل ذهني وتكبر داخل ذهني وتكبر داخل ذهني تعرف كأنه في حدا عم بقول لي ايهاب في ايشو هناك ايهاب في ايشو هناك ايهاب في ايشو هناك تعال معاي تعال معاي تعال معاي في ايشو هناك سر عظيم لما بلشت اطلع على الناس اللي حكيين عن الاستقبال بدي أشوف شو نحكي قبل عن الاستقبال شو نعمل قبل عن الاستقبال شو الأحيات الموجودة بهذا المكان لقيت الندرة من البشر بتحكي فيه وإذا حدا حكي فيه كبتالي خني أحكي كيف شكل الاستقبال إنه حدا يعطيك إشي وتستقبله فمفهوم عن الاستقبال استقبال هدايا استقبال مديح استقبال جدا سطحي فما عب دماغي هذا مفهوم عن الاستقبال قل طيب يا عمي رح أروح وأدور بطريقة الخاصة رح أروح وأبلش أبحث بطريقة الخاصة إني ألاقي مفهوم ثوري للاستقبال كل ما كنت أبحث أعمق كل ما كانت تصيبني صدمات صدمة ورا صدمة ورا صدمة ورا صدمة لأنه كنت أشوف إنه الاستقبال عنده قدرة يعمل فتحات مرعبة فتحات غير عادية يعني الناس لما تنتقل بالوعي من مرحلة لمرحلة الاستقبال بنقلك بحسه على سلم تاني على سلم وعي تاني على أسلوب تاني على طريق تاني فهو زي المظلة اللي بيغير كل نواح حياتك علاقاتك حبك لذاتك أموالك كل إشي بيغيره الاستقبال فكنت مصدوم إنه قد ما هذا مفهوم عميق قد ما الناس مش فاهميته مش بس هيك حتى الناس متعمقة بالروحانيات متعمقة بتطوير الذات متعمقة بالوعي كنت أشوف إنه مش فاهمين الاستقبال بطريقة عميقة فكل ما كنت أبحث أكتر وأدخل أكتر كل ما كنت أشوف هناك كنوز أكتر وكل ما كنت أشوف شح بالمعلومات أكتر فقلت طيب من طولة يا عمي بدي أخذ هذا الموضوع على عاتقي وأكون ليدر فيه وأكون قائد فيه وأخذ عاتقي إنه أثق في الناس في هذا المجال إنه يبلش أنشر لهم معلومات بهذا المجال ولكن أنا مش شخص بعضي معلومات قبل ما يطبقها فاعتبرت حالي أنا المختبر أنا اللاب وبلشت أجرب أحالي وأجرب أحالي وأجرب أحالي وأجيب نتائج 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 بعدها بلشت أجرب على الناس اللي أقرب على الناس اللي بالـ private coaching بالـ one-to-one coaching هم أريد يستثمروا أرقام كبيرة إحنا بنحكي عن 50 ألف دولار للشخص فلالشخص العادي هذا الرقم مش رقم سهل وما عندي الوقت أخذ one-to-one أرقام كبيرة فلما كنت أعطيهم عن الاستقبال كنت أشوف حياتهم كيف كانت تتغير فرت أحكي أنا ضروري أنشر هاي المعارف للـ collective للوعي الجمعي ومش الوعي الجمعي قصد بتقليل قصد العامة الناس للناس المتابعين لمجتمع كنات فبلشت أشوف كيف بدي أحط teaching تعليم تساعد الناس تفهم الاستقبال لأنه مش شغلة سهل تشرحها لأنك بتحكي عن موضوع عميق ورقيق ودقيق ومش من السهل تحط كلمات عليه لأنه الشخص اللي باستقبل صعب يقولك هو ليه عم باستقبل وصعب يشرح لك كيف صار عنده قدرة استقبال أعلى فإنك تعملها بتعليم نظمة هاي توخذت شالنج عالي فأخذت مني عصر ذهني لأشهر وأشهر 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 وأنا عم بحاول أنبش وأنبش وأنبش أني أطلع تعليم في هذا المكان لحد ما هلا صار عندي بحمد الله ثقة هائلة إنه هاي الأمانة اكتملت وأنا قادر أشاركها إلى كل الناس اللي عم بتتابع طبعا بدي إياك تحضر المحاضرة اليوم للآخر ما تحضرش ربع ما تحضرش خمس ما تحضرش بارتو تحكي عرفتها لأني راح أخلي المحاضرة تبني على بعض وبنهاية المحاضرة راح أحكي عن كورس كنز الاستقبال سواء بدك تأخذ الكورس أو ما بدك تأخذ الكورس هذا موضوع تاني خلينا نحطه على الرف هلا بدي إياك تنتفع بأعلى أعلى 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 طريقة ممكنة بإنك تبلش تفتح الاستقبال ولكن ما راح يزبط بهاي محاضرة تأخذها هيك أنا بدأ أفهم الاستقبال أنا أحاب أفهم الاستقبال هي مش محاضرة جانبي هي بتحتاج منك تتنفس تسترخي توسع تتنفس تسترخي وتوسع وصدقني أنا حاس فيك حاس من قلبي لقلبك حتى لو في كاميرا بناتنا احنا قردي عم نفتح مساحة بتتعدى حدود عالم المادة هلا ليش الاستقبال هو الثورة القادمة في عالم الوعي والثورة القادمة في حياتك وأنا بعنيها بكل حرف الناس اللي بعرفوني بعرفوني أنا شخص بسعى مسعى الصدق يعني ما بحب أجي أبيع وعود زائفة فليه الاستقبال هو الثورة القادمة بالوعي؟ لأنه بالنهاية الاستقبال مبني على فرضيات معينة مبني على أسس معينة لأنه حتى تستقبل بدك تكون واعي أنه حواليك في مصدر لا محدود وفيه من عناصر الخلق كمية لا محدودة رح أوضح اللي بحكيه بس بدي برواق تمشي معاي غالب الناس بتسعى أنها توصل شيء في مكان معين في زمان معين يعني لو بتسأل واحد شو بدك تصير بعد عشر سنين؟ تذكرات السؤال لو إحنا صغار بقولك بس أكبر بدي يصير عندي أموال بدي يصير عندي ثروات بدي أصير غني بدي أصير مشهور بدي يصير عندي ثقة أكتر هم اللي بيحكوه في مكان معين يعني بس أنتقل المكان فيه لمكان تاني في زمان تاني في عمر تاني أنا رح أوصل هدف معين رح أوصل شيء معين أقدر أجسته في حياتي الاستقبال بيدمر هاي المنظومة الفكرية لأنه الاستقبال مبني على فرضية وحدة أنا بسميه المبدأ الذهبي إنه أي شيء بدك إياه هو ما بتحصل عليه بعد بشهر ولا بعد بشهرين ولا بعد بثلاثة شهر ولا بعد بسنة ولا بعد بعشر سنين هو موجود الآن كطاقة كاملة يعني كل الأهداف اللي بدك توصلها طاقتها موجودة باللحظة كل الرزق اللي في الكون اللي موجود أو انوجد أو رح ينوجد موجود الآن كل فرص الكون اللي كانت أو رح تطلع موجود الآن لأنه إحنا بنتعامل مع مصدر أكبر من المكان وأكبر من الزمان فالاستقبال بيفرض أنه كل شيء بدك إياه في حياتك موجود الآن يمكن تحكي بس إيهاب أنا بدي علاقة العلاقة مش موجود الآن بس أنت ليه بدك العلاقة حتى تستقبل أكتر من المحبة والمحبة موجود الآن آه أنا بدي يصير عندي أموال أكتر ليه؟ حتى تستشعر قيمة الأموال أكتر والأموال كقيمة موجود الآن وقيمتك وقدرتك على ابتكار موجود الآن أنا بدي فرص أكتر ليه؟ لأنك بدك رزق أكتر ولكن كل الرزق اللي بالكون بالأرض والسماوات موجود الآن اللحنة اللي بتبلش تفتح ذهنك لا فكرة أو مبدأ إنه كل شيء موجود الآن متاح كامل لا بيزيد ولا بنقص لا بعد بثانية ولا قبل بثانية أنت هنا دخلت في دامينشين تاني دخلت في بعد تاني لأنه وقتي هالسؤال رح يصير طب من الرزق الكامل اللي حوالي كم بقدر أستقبل؟ لأنك أنت كل لحظة معود ذهنك أنه يستقبل من الرزق كمية معينة من المال كمية معينة من المحبة كمية معينة من الجمال كمية معينة من الثقة كمية معينة وعند غالب الناس هاي الكمية جداً 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 محدودة فبيحسوا دايماً بشح وبيروحوا ويدوروا على الباقي من برة بدي حب من برة بدي مال من برة بدي رزق من برة وما في مشكلة بالسعي بالعكس أنا شخص دائماً نشط وبعمل أكشن وبمشي بس ما بحس إنه في إفورت وجهد مبالب اللي مشكلة بتصير لما أنت تروح تحمل هدف أو تحمل شخص إنه هو مصدر الغذاء تاعك هنا بتصير إشي بسموه Vampire عم مصاص دماء بس هي مصاص طاقة وغالب الناس لو مش فاهمين الاستقبال بدرجة المعينة هم يبنصوا طاقة من برا فركز معاي باللي بدي أحكيه لأنه عم بحكي عن شيء رهيب 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 لما تفهم إنه كل شيء متاح إليك الآن رح تفهم شغلة رهيبة إنه شو ما استقبلت من الرزق هو لا بقل ولا بزيد شو ما استقبلت من المال لا بقل ولا بزيد آه بس كيف إيهاب المال محدود على الأرض إحنا بنحكي عن المال كالقدرة الخلاقة اللي بتطلع قيمة اللي بتخلق مال المحبة شو ما استقبلت منها؟ لا بتقل ولا بتزيد لأنه أنت بتتعامل مع مصدر لا محدود وعنده قدرة خلق لا محدودة طيب هذا الإشي كيف بفيدني؟ بفيدني إنه أول إشي رح ينسف كل الذنب اللي عندك إياه اللي بيحكي بيكفي ما تطلبش زيادة إحنا منتعامل مع ربنا زي ما منتعامل عالة مع أهلينا هيك تبرمجنا ما تطلب زيادة ما تطلب زيادة من العموه ما تطلب زيادة من الخالته ما تطلب زيادة من التيتا فتبرمجنا إنه ربنا عنده مصدر محدود وما تطلبش منه زيادة بس هاي ما لها علاقة في الحقيقة الربانية الحقيقة الربانية مصدر لا محدود موارد لا محدودة كل ما استقبلت منها أكتر كل ما المصدر كان سعيد أكتر لأنك عم بتعبر أكتر عم بتعبر عن هاي الخصلة أكتر عم بتكون سبب للتعبير عن هاي الخصلة أكتر هل ركز معاي وبدأ أحكي لما تكتشف هاي الحقيقة الذنب رح يروح عندك لكلمة أكثر وتعبر أكثر ومش بسيك رح تعرف حقيقة تصدمك إنه في توجهين في طاقتين في الكون في طاقة ربانية وفي طاقة شيطانية في طاقة نورانية وفي طاقة ظلامية الطاقة النورانية دائماً بتسعى إنها تطلب من عقلك اللاواعي يوسع 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 لأنه واعي إنه قدرة النفس على التوسع على محدوده فكل ما وسعت أكتر كل ما استقبلت أكتر كل ما عبرت عن إمكانيات أكتر وسع 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 لأن لا منتهى الطاقة الظلامية الطاقة الشيطانية بتعمل عكس ديّق 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 لأنه كل ما ديّقت أكتر كل ما أنت كنت محدود أكتر كل ما كنت عبد أكتر كل ما كنت مستضعف أكتر كل ما كانت السيطرة عليك أسهل وكل ما كنت شحاد أكتر وكل ما كنت تركض وراء الموارد في الخارج أكتر وكل ما كنت عايش بوعي الفقر والذل والمهان أكتر لما تبلش تكتشف أنه العزة موجودة القدرة موجودة لأنه في الرب القادر في رب العزة أنا بقدر أستقبل أكتر من هاي العزة أكتر من هاي القدرة رح تبلش تكتشف إنه التوسع هو تيار رباني وليس ظلامي زي من حكالك إنت اقتنعت بطريقة أو بأخرى كون راضي بكفي زيادة مع إنه ربنا بده إياك تزود السعة حتى تعبر عن حالك أكتر هلا ركز معي إذا المصدر عنده موارد لا محدودة وبده إياك تستقبل أكتر وتعبر عنها أكتر السؤال اللي رح يضل ببالك ليش أنا حاطط حدود على الاستقبال ليش أنا قدرة الاستقبال تعتي محدودة إذا فيه جمال لا محدود بالكون ليش أنا عم باستقبل منه شعرة ليش أنا مش حاسس هذا الجمال ليش أنا ما عم بحس إني أنا أجمل مخلوق في الكون مش من مكان غرور من مكان إنه هذا الإشي متاح لي ليه أنا ما بحس إنه فيه محبة إلي طول الوقت وطول المكان هدفي بس أوسع نفسي وأستقبلها ولو ما كنت حاسها بعرف إني أنا مديق قلبي إليها بس إذا فيه نعمة إذا فيه بركة إذا فيه حلول ليش أنا ما عم باستقبل منها أكتر والجواب لأنك حاطط حدود على الاستقبال في عقلك اللاواعي عقلك اللاواعي امبرمج يحط حدود على الاستقبال بكورس كنز الاستقبال بأدخل فيه هاق الموضوع بالتحديد وبحكي لهم السبع برامج السبع ديناميكيات اللي انزرعت بالعقل اللاواعي اللي بتخليك محدود للاستقبال هلا رح أعطيك منها قد ما بقدر حتى تبلش تفتح معاك الصورة فركز معاي واحدة من هاي الديناميكيات مثلا ديناميكية الماضي انت بالماضي تعودت تستقبل شيء معين يعني تعودت مثلا على مبلغ مالي معين كنت بالمدرسة تعودت أخذ مبلغ مالي معين أو تعودت على صرف معين أو تعودت على كمية حب معينة يمكن أهلك أعطوك حب معين فانت خلاص حكيت هذا المتاح فانت روح تزغرت نفسك لتروح تبرمجها تحكي هذا المتاح فشو اللي عم بتساوي انت عم تأخذ الماضي وعم بتحدد الماضي حدود قدين انت بتقدر تستقبل من الموجود ومتاح إليك الآن اللحظة اللي بتكتشف انه هدول الحدود مش حقيقية بتبلش بعملية التوسعة ورح نحكي كيف تعمل التوسعة قيس على كتير برامج في عقلك اللواعي مش بس الماضي خليني أحكي برمج المادية هاي واحدة من الدلميكيات السبعة اللي مندرسها خليني أفسر يمكن أنت خليني أطلع حون الأموال أمامك 100 دولار فانت شايف 100 دولار نحكي لك انه هدي الميت دولار فانت ببالك أنه أنا ما بقدر أستقبل من الميت دولار غير قيمة الميت دولار مع أنه بالحقيقة هذا المال في عمقه في كينونته في المادة اللي طلعت منها كل أموال الأرض والسموات لأنه هو طالع من وعي القيمة لما تبلش تشوف أني أنا بقدر أستقبل الميت دولار بعد حدود رقم المية هذا الرقم رح يصير يعطيك مشاعر مالية أعلى من الميت دولار أنت بس بعقلك اللواعي شفت رقم مادي 100 فحددت معاي 100 وبتروح بتقيسها على كل واحد حياتك بتصير تحكي أنا معاي بالبنك 10,000 دولار فمعناته ما بقدر أستقبل غير مشاعريا 10,000 دولار أنا عندي أرض فما بقدر أستقبل غير قيمة أرض أنا عندي بيت فما بقدر أستقبل غير قيمة بيت القصور لناس ثانيين مع أنه كل أموال الأرض والسموات متاحة لك الآن السؤال قدي بتوسع حالك تستقبل منها يمكن في عالم المادة تأخذ وقت للترجم هاي الطاقة لمادة ولكن أنت مش محدود بالمادة أنت قادر تستقبل طاقة أي شيء مالي الآن تستشعر هذا الإشي الآن ولكن أنت حطيت هذا المقيد ركز معي الاستقبال كله مبني على مبدأ واحد إذا عندك ورقة أكتبها تحمل المسؤولية أنت بعقلك اللاواعي من دون وعي حددت قدي بتقدر تستقبل من المصدر مش حدا تاني أنت إذا هاي الكلمة دايقتك إيهاب كيف تحكي عني هيك أنت ما بتعرفني وضع البلد ما بتعرفه بغض النظر شو بضع البلد تاعتك لأنه إحنا بنحكي عن سيستم بتعدي المكان والزمان تعرف أنك أنت قادر تستقبل أعلى من أعلى درجة استقبلتها البلد تاعتك فلما تتحمل مسؤولية أنا قردي حطيت Limits عشان أرضي النسل تاعي قدي هم بتحملوا فأنا حطيت قدي بقدر أتحمل يعني يمكن تخيل أبوك وجدك وجد جدك أو أمك وجدتك وجد جدتك مع احترامي لكل النسل تاعك اللي عملوا مجهود رهيب أنك تكون موجود هون على الأرض تخيلوا عندهم حدود قدي باستقبلوا التقدير قدي باستقبلوا الفرص قدي باستقبلوا النعمة قدي باستقبلوا البركات فأنت بتمسك نفس نفس الحدود بصير تحكي أنا من كل الفرص اللي حوالي لا محدودة ما بقدر أستقبل غير هالقدة بدل ما تحكي أنا حوالي فرص لا محدودة قدي باقدر أوسع نفسي غالب الناس لما يبلش يوسعوا حدود نفسهم يبلش يخافوا أنه الناس اللي بالعقل اللا واعي اللي ورثتهم هاي الحدود تدايق يبلش يخافوا أني أنا عم بطلع من منطقة معروفة لمنطقة مش معروفة لو استقبلت أكتر شو رح يصير؟ ممكن ما أقدر أتعامل معاها ممكن يكون الموضوع كبير هون عندك حل ركز معاي النظام الكوني النظام الرباني لما أنت توسع نفسك لاستقبال أكتر ما رح يخليك تستقبل أعلى من الشيء اللي بتقدر تتعامل معاها حاليا فإذا أنت هيك ووسعت رح توصل حد جديد اللي هو النظام الرباني بيقول لك لا استقبل هالقدة بعدين بوسع لك أكتر هلا هذا الوعي شو بيغير في حياتك؟ رح يغير في حياتك شغلتين أول إشي رح يصير عندك طمأنينة مطلقة لأنك عارف أنه أي إشي أنت بدك إياه هو موجود ومصان ولا محدود الآن حتى لو كنت في أكتر مكان بالعالم محدود حتى لو كنت في سجن وين ما كنت ما في إشي بحد لو أنت في سجن في عندك حرية لا محدودة موجودة الآن لأنها بتخترق عالم المادة وعالم المكان بالزمان هاي نمبر ون نمبر تو بتصير اللعبة تسأل سؤال واحد كيف ببدي أوسع حدود الاستقبال تعتي؟ وليه أوسع حدود الاستقبال تعتي؟ ليش بتوسعها؟ لأنه كل ما توسع رح تطلع إمكانيات أكتر من حالك فأنت أريد عم تمشي باتجاه الرسالة الكونية اللي ربنا حطها فيك على الأرض ربنا حطك على الأرض حتى توسع الحدود تاعتك قدرتك على الاستقبال توسع من الوعي تاعتك وقدرتك عن التعبير عن حالك حتى لما تموت تكون بوعي أعلى من الوعي اللي أنت بلشت فيه بمستوى قدر التعامل مع الرزق أكتر من المستوى اللي أنت بلشت فيه فأنت تطورت في مدرسة الحياة هاي الأشياء اللي بحكيها قد تبدو بسيطة قد تبدو كل الناس بتعرفها أنا بوعدك إنه ندرة من البشر فاهم اللي أنا بحكيه ندرة من البشر فاهم اللي أنا بحكيه ندرة ندرة لأنه طريقة حياتك بتصير مختلفة لما تبلش تستوعب آه أنا عندي مشكلة كل الحلول موجودة الآن السؤال قد يأنا عم بستقبل من الحل بتغربه الجهته هناك طريقة تانية أنا بعندي هدف بدلاً ما أنا أركض باتجاهه بقدر أستقبل طاقة الهدف الآن أوسع نفسي إنها تكون أكبر من طاقة الهدف الآن هلا تركز معي أي شيء عشان تستقبله لازم يكون عندك مساحة داخل نفسك أكبر منه بدك تستقبل عشرة تلاف دولار لازم يكون مساحة داخل نفسك أكبر من العشرة تلاف بدك تستقبل مستوى رزق معين لازم يكون عندك مساحة أكبر من مستوى الرزق اللي أنت بدك تستقبله بدك حب في الحياة لازم يكون عندك مساحة لاستقبال محبة أكتر من الحب اللي أنت بدك يتجلى في حياتك هذا أعظم سر لأنه بصير العمل داخلي مش العمل مع الناس ومش بس هيك أنت ما بتستقبل بس الأشياء الحلوة بالحياة أنت بتستقبل التحديات بالحياة يعني لما يجيك تحدي جديد عارف ليش هو دقيل عليك لأنه مساحتك لاستقباله صغيرة فهو مبين أنه أكبر منك فلما أنت توسع مساحتك لاستقبال تاعته رح تحس أنه عاني يعني لما أنا يصور معاي تحدي بحكي أوكي أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر من هذا التحدي بظلني أكرر هيا جملة أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر من هذا التحدي بتعرف شو اللي بتغير مشاعريا ببطل مقاوم للتحدي وبصيري أحس واو أنا قادرة حتى أستقبل أكبر من هذا التحدي فأنا صرت أوسع منه فكل مشاعر الخوف الضغن المشاعر الداخلية بتبلش تتحرك وبيصير هذا الاشي اقل من مساحتي الداخلية وبتحول لوسيلة اني انا اطور ويوسع من حدودي فكل اللعبة تاعة الاستقبال سواء بالاشي الحلو او بالتحديات اللي بتمر فيك تتلخص بكلمة واحدة انك تكون موسع لنفسك اكبر من الشيء اللي انت عم تتعامل معاه يعني انا هلأ عم بعطيك معلومات انت عم تستقبلها بدرجات معينة خليني اوضح لك اياها يمكن انت عم تستقبل بس الكلمات لانك تبرمجت انه الاستقبال ما بيجي غير من خلال الكلمات فاذا ايهاب ما حكى معناته ما في استقبال هاي حد شيلو فاحكي لحالك انا باستقبل اكبر من الكلمات اللي بحكيها ايهاب صار في وسع طيب تخيل انك انت قريدي بتستقبل اكبر من الكلمات يمكن انت تعودت استقبل طاقة لمرحلة معينة بس في مرحلة معينة ما بتستقبلها احكي انا بسمح لنفسي استقبل من طاقة المباشر هذا اللايف اكتر من اكتر حد تعودت عليه انا بسمح لنفسي استقبل من طاقة الكلمات وما بعد الكلمات اكبر من اكبر حد انا تعودت عليه انت ما بتسأل هذا السؤال عشان يجيك جواب انت بتسأل هذا السؤال عشان تسمح لنفسك اتلاقي مساحة خلف الحدود الوهمية اللي انت حاطها هذا السؤال اخترق الحد اللي عندك اياه انا متأكد اذا انت سألت هذا السؤال كررته كيف بقدر استقبل اكتر من كلمات ايهاب كيف بقدر استقبل من طاقة ايهاب اكتر من اي حد انا تعودت عليه فتبلش تحس انه دماغك ارتاح وفيك اشي توسع حتى لو في حدود في اشي توسع هلا في حد على الكومنس حاطط شو هالهبل هذا ما رح يستقبل من الكلمات غير هبل لانه قردي حكم عليها فقردي حط حد للشيء اللي يستقبله وصلت فهو ما رح يستقبل اكبر من حكمه لحد ما يرخي كلمة هبل وينفتح اكتر ما رح يستقبل اشي اكتر هلا اللي انا عم بحكيه قد يبين بسيط بس لما تفهم اللي عمق والديناميكيات اللي وراه هنا انت بتصير ماستر على الارض لانك رح تستخدم هذا المبدأ في كل شي بتعمله في حياتك يعني ممكن انت عم تفتح قراءة كتاب روحي او كتاب ديني فتحكي انا بسمح لنفسي استقبل من صفحات هذا الكتاب اكتر من اي حد انا تعودت عليه انا بسمح لنفسي استقبل من صفحات هذا الكتاب اكتر من الماضي تاعي انا بسمح لنفسي استقبل من هذا الكتاب اكتر من حدود النسل اللي قبلي اللي تفكروا بهذا الكتاب انا بسمح لنفسي استقبل بهذا الكتاب اكتر من حدود الوعي العربي اللي تعود على هذا الكتاب فأنت كل مرة عم تخترق أحد عم بتوسع أكتر عم بيصير في استقبال أعلى هاي اللعبة لما تفهمها بتصير الحياة لعبة احتماليات لا محدودة بتصير عارف أنه أنت عم تتعامل مع سورس لا محدود هلا هذا الإشي الحلو فيه أنه ما فيش ذنب أنت ما عم تأخذ من غيرك أنت ما عم تأخذ مال من غيرك وحكم من غيرك وجمال من غيرك أصلاً كلمة غيرك رح تتفتت في هذا المنظور ممكن تتطلع على مرأة جميلة وتحكي أنا بسمح لنفسي أستقبل الجمال اللي عم بتجلى أمامي أكتر من حدود الجسد وأكتر من حدود هاي اللحظة وقتها رح يصير الجمال اللي أمامك مذكر لجمال رباني كائن قائن باللحظة متاح إلك أنك أنت تستقبله هذا الإشي مرة تانية قد يبدو بسيط للشخص البسمة ولكن أنا عم أقول لك عن شيء بخترق حدودك ليه؟ اللحظة اللي بتبلش تشتغل بهاي الحياة بهاي الطريقة فكرة أني أنا أظلني أتشافة رح تبلش تقل لأنك أنت بس عم بتوسع ما بعد الحدود عم بتوسع ما بعد الحدود عم بتوسع ما بعد الحدود فكرة أنك أنت تظلك تغير معتقدات الاستحقاق بستحق ما بستحق بستحق رح تروح لأنك أنت عم تحكي المصدر لا محدود أنا بس قريدي مديق على حالي يمخنق على حالي بدون ما أعرف وهنا بدك تتعلم تسامح حالك على حدودك الحالية لا تتصارع مع حالك ولا تصارع بهاي الحدود مش الفكرة تمسكها وتمزقها الفكرة تكون واعي خد نفس عميق أنه في حدود حاطها وفي عوسع منها خلينه أخد نفس عميق قنوي إياك اتخيل أنك تقر تستقبل من هذا النفس نفس نفع أكتر من أي وقت أنت استقبلته في حياتك فأطلب أنك تستقبل من النفس القادم نفع أكتر من حدودك الماضية الماضية عن كلمة نفس حلو أنا بس عم بحاول أفرجيك حدود كانت مخفية عنك عم بتبلش تظهر داخل وعيك حتى تبلش توسع فيها تدريجيا تدريجيا لحد ما توصل مرحلة بتبطل تميز هل أنت الحدود ولا أنت المساحة اللامحدودة حول الحدود ولا أنت الدعوة اللي بتطلب من الحدود إنها تتوسع لحد ما توصل مرحلة رح تبطل تميز هل أنت الحدود ولا المساحة المحيطة بالحدود ولا الدعوة اللي بتطلب من الحدود إنها تتوسع هذا إشي رح يفتح نفسك على وسع رهيب 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 رح تضلك تتمدد فيه للامحدود هل كيف هذا الإشي بدك تطبقه في العالم العملي ممكن أنت تكون ماشي بالشارع وأمامك قصر بس أنت حاس حالك صغير أمام القصر الشاسع اللي أمامك عارف لاش حالك صغير أمام القصر الشاسع اللي أمامك لأنك شايف القصر كبير وقدرتك على استقبال صغيره اللحظة اللي بتحكي أنا بسمح لنفسي أو وسع لأستقبل أكبر من القصر رح تبلش تستشعر كل الأفكار الخلاقة اللي طلعت القصر الإبداع اللي طلع منه القصر الجمال اللي طلع منه القصر ورح تبلش تختبرهم داخل نفسك الآن متاحين إلك مش بس يصير معك مصاري تشتري قصر مش بس تسكن ببلد تاني يكون عندك قصر هلا يمكن تسأل هذا السؤال وتضلك حاس أنك مخنوق معناته لسه نفسك بدها تبلش تتدرب تتوسع جرب تنفس مرة تانية واسترخي وإحكي أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر من القصر اللي أنا عم بشوفه أمامي مش بعدين مش الله يرزقني قصر زيه مش بعدي في عشر سنين أنا بحكي الآن بفتح نفسي وبتنفس وبحكي أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر من القصر اللي عم بظهر بعالمي بكل جمال وروعته وحتبلش تستشعر أنه في وسع خلق داخل نفسك وكل مشاعر القصر رح تبلش تظهر ووقتيها رح توصل مرحلة أنه القصر أصغر منك هي ممكن تحكي بعديا أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر من كل القصور اللي موجودين ببلدي الآن مش بعد بسنة ولا بعد بسنتين الآن لأن الوقت الوحيد المتاح إلي القصور الآن يمكن توصل مرحلة بعدية تحكي أنا بسمح لنفسي أستقبل أكتر من قصور الأرض كاملة الآن أنا بسمح لنفسي أستقبل قصور الجنة كاملة الآن هنا رح تبلش تشوف حدود نفسك وين بتضرب يعني يمكن لما حكيت قصور الجنة نفسك حتى وقف 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 فأنت بلشت تظهر أحكامك بلشت تظهر مخافك بلشت تظهر الليمتيشن تاعتك كون واعي عليها اسمح لها تطلع تتفرغ ولنفسك توسع أعلى وأعلى 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 طيب هل هذا معناته أنت عم توخد القصر اللي قدامك الجواب لا أنت عم تستقبل الطاقة اللي خلق منها اللي هي متاحة إلك وهيك معناته أنت عم تتنعم فيه ركز معاي القصر الأمامك لما تعمل هيك هو رح يستمتع لأنه لقى أخيراً شخص بقدر وبيقدر يستقبله تخيل شخص يجيب لك هدية وتحكي له لا 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 شكراً أو خد السيناريو المقابل أنت بدك تجيب هدية لشخص بتحبه وقعد شهر تشتغل عليها وتدور على قطع إلها وتدور على لفة خاصة وتبحث شو الأشياء اللي بيحبها وبعد ما اشتغلت كتير جبت له هاي الهدية هو ما بقدر يستقبلها شكراً لك ما بدي شو رح تحس رح تحس إشي دايقك لأنك ما استقبلتها تخيل كل البركات اللي حواليك تخيل الحياة نفسها الموجودة الآن بكل الرزق اللي فيها أنت عم تستقبل منها ندفي شو رح يكون شعورها بالنسبة لك الحياة ما رح تحبك كفاية مش عش أنه مش حبيتك لأنه ما عم تقدر تعطي من حالها لشخص قادر يستقبل والاستقبال بيخلق مشوة للشخص اللي بعطيه أو للكيان اللي بعطيه أو للحياة نفسها فالشخص اللي وسع أنه يستقبل هاي النعم اللي حواليه الحياة بتنتشي فيه بتنتشي بوجوده أنا أعطيتك مثال مادي بسيط سهل حدود الاستقبال مليار مرة أكتر من القصور اللي حكيت لك إياها هلا السؤال المكرر شو الفائدة من هذا الحكي إياهاب شو بفيدني هذا الحكي استقبلت قصر والعمري ما استقبلت قصر اللي بفيدك كالتالي إنك أنت عم تستقبل من كل شي كميات محدودة إذا ما دربت نفسك تستقبل أعلى رح تضلك على القانب نفس المكان اللي أنت متعود عليه لأنك أنت بتستقبل طاقة بتعبر عنها بتطلع experience تجربة معينة بترجع بتعيدها وقتها رح تدور على العزة بالمنصب رح تدور على الكرامة في بلد معين رح تدور على الحب في علاقة رح تدور على المال عند الناس فهذه رح تضلك شحاد بالحياة بدل ما تعيش الحياة كأن احتماليات لا محدودة لا محدودة هلا هذا ما عم بحكي لك إياه هو مش زيادة هو حقك أنت كإنسان ربنا أتاح لك كل الموارد الأرضية والسموية تكون متاحة إليك الآن السؤال قدية أنت بتستقبل منها فإذا أنت مش فاهم هذا الإشي ما أنت أنت مش عم تلعب اللعبة الأرضية أصلا اللعبة الأرضية أنك إنت تيجي توسع الاستقبال تطلع طاقة أكتر تعبر عن حالك أكتر يجيك تجارب مختلفة وتتطور فيها إذا أنت عالق في مرحلة استقبال معينة خلاص معنات أنت معلق فالاستقبال هو هاك للنفس الإنسانية هو هاك لحب الذات هو اختراق لحب الذات هو اختراق لكل الصفات اللي أنت بتدور عليها رح تبطل تحكي وقتها أنا ضعيف ولا قوي شو أنا ضعيف ولا قوي؟ في قدرة لا محدودة متاحة إلي السؤال قد يوسعت نفسي أستقبل من هاي القدرة طيب أنا بحس حالي ضعيف حلو في حول وقوة بالله متاحة إلي الآن بكميات لا محدودة حتى الذكر اللي بدك تعمله الذكر إذا بدك تعمل ذكر زي لا حول على قوة إلا بالله رح تبطل تعمله بس تكرر كلمات رح تعرف أنه المساحة اللي طلعت منها الحوقلة هي مساحة لا محدودة من الامتنان والتسليم السؤال قد يب تقدر تستقبل من طاقة الحوقلة الآن فبتبطل بس قد يب أقدر أكرر بس ارتسال حالك بقدر المرة الجاي اللي بعمل بحكي الحوقلة فيها إني أستقبلها أوسع من أوسع حدود كانت عندي المرة الماضية إني أستقبلها أعلى من أعلى حد أنا تعودت عليه وكل مرة رح تحوقل ورح تستقبل على هذا المجال رح تحس إنه فيه إشي توسع جواتك فحتى الذكر حتى الكلمات الربانية العالية هي متاحة بكميات لا محدودة بس سؤال قد يب تقدر تستقبل من هذا الدواء إذا عندك شغل أنت معلق فيه ومش عاجبك لأنك قد حولت الشغل تاعتك كأنه هو رب الاستقبال تاعتك هو اللي بحدد قد يب أخذ رزق هو اللي بحدد قد يب عندي مهرات هو اللي بحدد قد يب عندي احترام فأنت قد حددت استقبالك على قد الشركة قد يب تستقبل أو على قد الموقع الوظيفي باستقبل يعني لو أنا هلا يحكولي إيهاب إنت رح نغير شغلك ورح تصير بس تنظف الباركينج تمسك إشي وتنظف الباركينج بقدر أحكي أنا وظيفتي عامل نظافة وعامل النظافة عنده قدرة معينة على استقبال لأنه بالوعي الجمعي عامل النظافة باستقبل على كمية معينة من الرزق من المحبة من الكرامة من العزة أنا رح ألغي هاي الحدود رح أحكي أي حدود امبرمج فيها عامل النظافة رح أشيلها ورح أستقبل في كل عمل بعمله كعامل نظافة أكبر من أكبر مستوى أي إنسان اتعود عليه وتعرف شو رح أحكي أنا كل لحظة رح أنظف فيها رح أعملها كأنها لوجه الله فلما غيرت النية تاعتي أعملها لوجه الله معاناته الاستقبال الطاقة اللي رح تخلي هاي النية تطلع لك فعل لوجه الله رح تكون أوسع من أوسع عامل نظافة هلا هاي الطاقة اللي انت استقبلتها أكتر وطلعت منها أكتر دغر قانون التبادل رح يشتغل ورح يجيب لك فرص تتماشى معاها فرح تبطل أوريدي تحدد استقبالك على شو وظيفتك على البلد اللي انت فيها على لونك حتى على عمرك ممكن يكون عمرك سبع سنين وتستقبل استقبال شخص عمره مئة مليون سنة رح يكون عمرك سبع سنين وتحكي أنا بستقبل أكبر من أي عمر أنا حددته لنفسي فأنت عم تخترق كل هاي الديناميكيات واحدة وراء الثاني وراء الثالثة وراء الرابعة وراء الخامس وراء السادس وراء السابعة لأنك عارف إنه في مصدر لا محدود هلا كل اللي عم بحكيه أنا عم بحاول أوسع نفسك لأحتماليات أنت ما تعودت عليها أنت مش متعود تشتغل بهاي الطريقة بالحياة فأنت ما عم تسأل حالك هاي الأسئلة يمكن أن تدخل بالسيارة أنت ما تسأل حالك كيف بدي أستقبل من السيارة أعمق من أي وقت استقبلته قبل كيف بدي أستقبل من السيارة حتى الأفكار الداعية المهندسين حطوها فيها فأنت ما عودت حالك إنك تستقبل أوسع من الشيء اللي أنت تعودت إنك تشوفه بالحواس الخمسة فبتقلت تحكي لحالك أنا بستقبل أكتر من السيارة اللي عم بشوفها قدامي أنا بستقبل أكبر من القصور أنا بستقبل أكبر من السماء اللي عم بنظر عليها أنا عم بستقبل أكتر من كوكب الأرض نفسه أنا بستقبل أكبر من كل الكواكب المجتمع بعرف أنا عم بدفش بأسئلة قد تبدو غريبة ومصدقني السبب أني أنا روح الدغري معاك على هذا الإكستريم لأنني بدي الناس اللي بتحكي هذا الموضوع حبل اطلع برى اللايف مش إلك ما احترامي أنت مش إلك أنت شخص ديق وبدك تخنقنا بالديق تاعك وبدك كل الناس ديق زيك ما رح تخدمك هذا النتيتشينج هاي تيتشينج لناس بدهم يوسعوا هلأ هلأ أنا حطيت لك مراحل يمكن هي أكتر منك عشر مرات؟ ممكن الهدف تعرف إنها it's possible ونفسك قادرة تتوسع over and over and over and over لأنه نفسك حدودها إلى اللا منتهى طب لا إنت التوسعة لا نهاية بكوز أنت تتعامل مع مصدر لا نهاية ما إلو مكان ولا إلو زمان هذا الإشي رح يرجع يرتب أولوياتك رح يرجع يذكرك شو المهم وشو الأهم المهم لما أنت توسع عم تتصل داريكت بالمصدر اللي بتيجي منه الصفات والأسامة الحقيقية وما عم بتكون شحاد لعالم المادة وما عم تكون شحاد للمؤسسات وما عم تكون شحاد للحب ولا العلاقات لأنك لقيت الأوسع منها وطبعا نفس الشي بالتحديات ممكن تكون أنت بعلاقة أو حدا قل لك كلمة عملت لك تريقر دايقتك ترشو بتحكي وقتها؟ أنا بسمح لحالي أستقبل أكبر حتى من هذا الإحساس فحتى إحساس لتريقر الدياق رح تلاكي أنه في وسع جواتك تستمتع تتعامل مع هذا التحدي لأنه مرة ثانية يطلع عشان يوسعك أنا بستقبل أعلى من الخوف أنا بستقبل أعلى من الغضب أنا بستقبل أكثر من الجمال نفسه أنا بستقبل أكبر من الرزق نفسه هون رح تفتح داخلك خيالي هلا دياق تأخذ نفس لأنه رح ندخل أعمق طبعا خد نفس هلا بدخل معك خد نفس عميق كمان نفس عميق شايف هذا الإشي اللي أنا عم بحاول أساعدك تدوقه اللي هو الاستقبال رح أعطيك قد ما بقدر بهاي المحاضرة وبدي أذكرك في كورس كنز الاستقبال أعملنا عشر أسابيع دسمة تساعدك تفهم كل حد كيف ينبنى كيف يتوسع تساعدك تفهم ليش حطيت حدود على استقبال الجنس حدود على استقبال الذكر حدود على استقبال الأنثى حدود على استقبال المال حدود على استقبال الجنة حدود على استقبال الفرادي تاعتك حدود على استقبال حتى اسمك يعني حتى اسمي أنا كإيهاب بقدر أستقبل منه أكتر وأكتر 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 من أي وقت أنا تعود فيه بحياتي ومش بس كيف تستقبل التحديات وكيف تستقبل الطاقات الظلامية هذا موضوع ضخم ضخم بس أنا هلأ بدي أدوقك قد ما بقدر من هاي الإكسبرينس حتى تصير تتدرب عليها بحياتك وتتدرج فيها بحياتك هلأ ركز معايا بدي أحكي الاستقبال هي حالة مفطور أنت عليها يعني أنت قادر تستقبل أوسع من حدودك كل يوم كل ثانية كل لحظة ولكن الاستقبال بمر في ثلاث مراحل سواء عملتها بوعي أو بدون وعي أول مرحلة هي الطلب أنت بتطلب أنك تستقبل أعلى من حدودك اللحظة اللي بتطلب من أنت عندك يقين أنه في مصدر أكبر من حدودك بقدر يغذيك فأنت ما عم تطلب تستقبل من جارك أكتر أنت عم تطلب تستقبل الحلول أكتر الرزق أكتر حماتي مدايقيتني بنت عمي مدايقيتني بنت خالي مدايقيتني أنت ما عم تستقبل منها رحمة أنت عم تطلب تستقبل في هاي اللحظة رحمة أكتر حكمة أكتر فهم أكتر لهذا الموضوع قدر التعامل أكتر لهذا الموضوع أول شيء الطلب لأنه الطلب فيه يقين أنك أنت عم تتعامل مع مصدر لا محدود عنده already موارد لا محدودة ثاني شغلة أنت عم بتفرغ المقاومة لعملية التوسعة لأنك ممكن تحكي في موقف معين أنت متناقب مع حدا وتحكي أنا بسمح لنفسي أستقبل فهم أكتر بهذا الموقف رح يبلش يطلع لك أفكار أوهو من وين بده يجيك الاستقبال شو أنت سمعت لي كلمتين من نهاب وجاي عبالك تطبقهم هاي الأفكار هي اللي بتعمل مقاومة عشانها بدها إياك تضلك على الحد تاعك ركز معاي هاي الأفكار شيطانية وليست نورانية ممكن تطلع من الترومات بس بالغالب الأفكار اللي بدها إياك تمسك بالحد تاعك وما توسع دائما رح تشوف شو الأشياء المنطقية لك وتحاول توقفك إياها أوهو أنت مفكر حالك قادر أوهو مين مفكر حالك أنك أنت توسع فأول ما تطلب أنك توسع رح يصن عندك مواجهة مع الشك أفكار تشككك أنه هذا الإشي متاح إلك دغري مباشرة كن واعي هاي الأفكار حكي لها شكرا أنا بسمح لحالي أفرغ هاي الأفكار شكرا أنا بسمح لحالي أفرغ هاي الأفكار شكرا بسمح لحالي أفرغ هاي الأفكار والخطوة الثالثة أنا بوسع نفسي لاستقبال الإشي اللي طلبته أنا بوسع نفسي لاستقبال الإشي اللي طلبته فخلينا نطبقهم انت صارت عندك مشكلة ادائق منها مخنوق منها شكرا لهذه المشكلة انا بطلب اني استقبل حلول اكتر وانا بطلب اني اوسع حدودي حتى اكون اكبر من الحل ذاته اه رح يطلع لك افكار هاد الاشي صعب هاد الاشي ما بزبط هاد الاشي مين يفكر حالك هاد الاشي يفكر حالك عبقري خليك انا بسمح لحالي استقبل اكتر من الحل نفسه واي افكار بتشككني بهاي القدرة بفرغها من كل مكان زمان واقع وبعدين اسمح الجسمك يسترخي وحكي انا بستقبل الحلول فعيدة مرة تانية على موقف تاني خلنا نرجع لموقف القصر انت بتطلع على القصر وشعفه كبير حواليك وانت صغير فليش تحكي انا بدعو اني استقبل اكبر من القصر نفسه رح بلش تطلع لك افكار اه مين مفكر حالك مفكر حالك بليونير سمعتلي كلمتين رح تحكي شكرا لهي الافكار انا باسمح لها تتفرغ شكرا لهي الافكار باسمح لها تتفرغ وبترجع انا بستقبل اكبر من القصر نفسه فانت بتطلب الطلب انك تستقبل اكبر من الشي بتفرغ الافكار اللي بتطلع بالطريق وبترجع للاستقبال رح تشوف انه كل مرة بتعملها صار عندك توسعة صار عندك توسعة ركز معاي هون رح يصير عندك شغلة يائما الشك رح يحاول يرجعك للحد القديم يا أمر راح تظل لك تفرغ هذا الشكل وتظل لك مركز بالتوسعة الجديدة بالاستقبال الجديد عبين ما نفسك تتعود عليه خلينا أعطي مثال ثالث ورابع عشان حتى توصلك الفكرة تخيل شخص بالمبيعات وفوقي مدير مبيعات شو الفرق بيناتهم الشخص بالمبيعات هو بيستقبل معلومات بليفل معين وتحديات بليفل معين الشخص مدير مبيعات معناته عنده سعة استقبال أعلى هلأ إذا الشخص بالمبيعات بده يتطور بسرعة بالبوزيشن تاعه يبلش يحكي أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر من المبيعات أو من مندوب المبيعات أو أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر حتى من مدير المبيعات هلأ لما يحكي هيك رح يبلش يشوف كل الحدود اللي بتقول له آه بس أنت أصطمع بتجري تتحمل اللي حواليك آه هذا الإشي صعب آه هذا الإشي ما بوزبط ورح يضل يفرغ هاي الحدود ويرجع يسمح لنفسه يستقبل ووقتي هاي يمكن يبلش يجي تحديات جديدة وطلبات جديدة ووردرز اجداد حتى نفسه تبلش ترتاح إنها تكون في بوزيشن أعلى في طاقة أعلى حتى لو ما ارتفع الموقع تاعه اللحظة اللي سعته صارت أوسع من المكان اللي هو فيه إجبالي رح ينتقل للمكان البعده حتى لو مش بنفس الشركة فبدل ما تفكر فيها هنا ثلاث نقاط ولازم أعمل النقطة الأولى النقطة الثانية النقطة الثالية تفكر فيها كالتالي إنت عندك شغلة في حياتك تطلب إنك تستقبل أوسع منها أكبر منها رح تطلع عندك مقاومة فرغها المقاومة هي عبارة عن شك وارجع افتح جسمك لتستقبل أكتر وأكتر وأكتر من الشيء اللي بدك إياه صدقني ما بدي أحلف لك بس صدقني اللي عم بقول لك يا ثورة ثورة كاملة لأنه ما فيه إشي في حياتك ما فيه مستوى استقبال أعلى من اللي أنت متعود عليه فرح تصير الحياة ممتعة بدي أعطيك حتى أسئلة تعمل ستريتش لمخيلتك تقدر تستقبل من هاي المحاضرة أكتر من حدود خيالك لشو المتاح بهاي المحاضرة تقدر تستقبل بهاي المحاضرة أكتر من حدود عمرك تقدر تستقبل من هاي المحاضرة أعلى من أنت ظنيت قد تقدر تستقبل وأي مقاومة وشكوك بتقول لك أنه هذا الإشي غير متاح منفرغها من كل مكان زمان واقع ودهاك تتنفس وتسمح لحالك تستقبل من هاي المساحة الجديدة فإحنا طلبنا طلب طلعت مقاومة فرغناها ورجعنا نستقبل من المساحة الجديدة كيف أفرغ المقاومة؟ بأنك تنتبه أنه في جزء منك بيقاوم وتنتبه وتعمل نية أنا بفرغ هاي المقاومة وترجع للمساحة الجديدة كل ما كانت المساحة الاستقبال أوسع من الشيء اللي بدك تستقبله أنت قادر تستقبله كل ما كانت مساحة الاستقبال أقل ما رح تقرأ تستقبله خدها بأبسط الأمثلة بالعالم تخيل أنت بدك تستقبل ملابس جديدة بس خزانتك معبيه معاته ما فيها مساحة تستقبل لما أنت تفرغ نصف خزانتك رح تلاقي أنك رح تعبي أواعي جديدة ولكن إذا فرغت نصف خزانتك وإنت متعود على نوعية أواعي معينة قديمة رح تلاقي أن الأواعي الجدادة اللي جبتهم رح يكونوا بنفس طاقة الأواعي القديمة إلا إذا فرغت نصف خزانتك وحكيت أنا بدي أفتح مساحة بنصف الخزانة لنوعية أواعي جديدة فرح تبلش تعبيهم بنوعية أواعي جديدة لذلك الناس مرات بتخلصوا من عادي سيئة بروح بعبوها بعادي سيئة تانية لأنه التنين متناغمين بالطاقة فإنت لما تفرغ عادي أطلب بالمساحة اللي تفرغت أنك تستقبل شيء من كواليتي أعلى من جودة أعلى من طاقة أعلى ما في شيء في الحياة قادر يعمل لك هذا الوصل الرباني الرهيب مع اسم الله الكريم أكتر من الاستقبال لأنك وقتها رح تعرف أنه كل شيء متاح لك بكميات لا محدودة واحدة من الأمثلة اللي بحكيها بكثرة وبدأ هيك تسمعها بقلب مفتوح عشان هي رح تحاول توصل لك الفكرة اللي أنا بدأ وصل لك إياها ويمكن تسامعها من قبل ويمكن رح تسمعني بعدين بحكيها بس هو مثال جدا قوي تخيل الناس في قرية عايشين في قرية مبسوطين بقوموا كل يوم الصدح بيحطبوا 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 بيجيبوا هالحطبات بولعوا نار وجزء الثاني ببيعوه وعهل من وال ولكن أغلبهم بيشتكوا من الحياة وبيشتكوا من الفقر وبيشتكوا من القلة ومرات بيقدر يبيعوا ومرات ما بيقدر يبيعوا مرات الموسم ما بكون زابط ومرات الدنيا صيف والناس ما بدأ خشب فدائما عايشين في هذا الإحساس من القلة وما عم بيستمتعوا بالتحطيب صار خلص جزء روتيني من حياتهم عشان يعيشوا عيلتهم فعايشين في حالة نجاح تخيل واحد من هاي القرية يوم من الأيام قاعد بالبيت وتعبان من هاي الحياة وتعبان من هاي الحياة هو عم حاطط إيده هيك إيده خطط بإشي بالأغراض اللي عنده ياها الطاولة فوقعت صينية على الأرض ولكن طلعت صدى غريب فانتبه إنه فيه إشي تحت بيته فبلش يحفر ويحفر 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 لحد ما لقى ذهب لا محدود كميات ذهب غير عادية انصعق عم بتطلع عوف كل هاي الذهب عندي ياه بس مش بس هاد الصعقه لاحظ إنه هاي الذهب موجود تحت كل بيوت القرية كل بيوت القرية فيها ذهب راح يحكي للناس زي المجنون يدقوا عبيوتهم يا جماعة في عنا ذهب في عنا ذهب في عنا ذهب أغلبهم صاروا يضحكوا عليه أغلبهم صاروا يتمسخروا أغلبهم حزنوا عليه فيه ناس حزنوا عليه يحكوا هاد أكيد انهبل من الفقر راسه طق ومش فاهم اللي بيصير فحاول لأسبوع أسبوعين ثلاثة أربع خمس أسابيع هو يحكي لهم لا حياة اللي من تنادي المهم كمل حياته بنفس الطريقة هو بروح يحطب وهم بروح يحطب ولكن لأنه واعي أنه عنده دحب لا محدود صار ينتبه أني أنا ما بحطب عشاني محتاج أنا بحطب لأني مستمتع لأني بدي أعملها بأناقة أنا بحطب لأني بدي أشوف روحهاي المهنة بدي لما أطلع من الشجرة أطلع أروع ما فيها عشان لما الشخص يولع نار يستمتع فيها وكل ضربة رح أضرب فيها الشجرة رح أكون أدعي أنه الشخص اللي يولع نار يستقبل منها الجمال غير عادي ودفع غير عادي يدفي روحه فكل ضربة وهو عم يضرب الشجرة هو مرتبط بطاقة مختلفة في بعد مختلف حتى لو ما باع الدهب اللي عنده إياه فكرة أنه عارف أنه عنده دهب بكفيه لباقي حياته حتى الشيء اللي بيعمله يومي صار يستقبل فيه طاقة أعلى من الطاقة اللي هو متعود الحطاب يعملها لأنها بطلت عملية نجاة اتخيل أنت هيك بس أنت مش عندك تحت بيتك دهب أنت في بيتك الداخلي في المادة اللي بتخلق كل دهب الأرض والسماوات فبتقدر تسأل حالك هذا السؤال بقدر أستقبل أكتر من المساحة اللي بينخلق منها الدهب نفسه بقدر ما تفكر السؤال بقدر أستقبل أكتر من المساحة اللي بينخلق منها الدهب نفسه أي شكوك رح تطلع عندك خليها تمر اسمح لحالك بس تلمس هاي المساحة بقدر أستقبل أكتر من المساحة اللي بينخلق منها كل دهب الأرض تخيل قدير رح تشوف حالك ثمين قدير رح تشوف حالك زي كأنه عم بتشوف حالك بالصورة اللي ربنا بنوي أو ناوي إلك إنك تشوف حالك فيها لأنك عم بتشوف إنك قادر تخلق مساحة أكبر من الدهب نفسه وقتها رح تعرف إنك أنت الكنز الحقيقي تخيل الشخص اللي بشوف حاله كنز حقيقي مش من مكان إيقو أنت عارف إنه الفضل لربنا أنت ما عم بتروح أنا عندي دهب وما حق عنده دهب مش هيك أنت عم تفتح مساحة داخلية لتعرف كنوزك الداخلية وقتها رح يطلع منك قيمة هائلة إذا أنت عندك مساحات اللي بيطلع منها كل كنوز الأرض ودهب الأرض رح تقلع منك مواهب هائلة الموجودة جواتك ورح تعرف كيف تحولها لنفع والنفع رح يتحول لقيمة والقيمة الناس رح تبادلك إلها بأموال كيف الناس تعمل أموال أكتر؟ لما تعرف إنه المال هو عبارة عن تبادل قيمة وعشان تبادل قيمة بدك أنت الشخص اللي تطلع منه القيمة تحس إنك أنت ثمين حتى تطلع قيمة أعلى لو أنا هلأ عم بحكي معاك وحاس إنه قيمة سفر وأنا ولا إشي وأنا حقير عبد حقير ما ليش قيمة كيف أصل رح أعمل إشي وأطلع كلمات تكون إلها قيمة لك إذا أنا هيك المؤمن فيه إحنا عم نحكي هنا عن فهم ثوري قادر يزلزل كل نواحي حياتك لما تبلش تعرف إنه في جواتك مساحة بتقدر تستقبل منها أكبر من أكبر شيء أنت ممكن تتخيله أكبر من أكبر ذهب في الحياة أكبر من الأرض نفسها أكبر من كل سيارات الأرض تعرف إنك تقدر تستقبل المساحة اللي طلع منها كل الأسامي الربانية في جواتك مساحات لا محدودة للاستقبال نفسك بتتوسع إلهم طبعاً هل بدك تأخذ العملية بالتدريج؟ أكيد بالتدريج بس اللحظة اللي نفسك بتبلش تعرف هذا اللي أنا عم بحكيه بتبلش تستقطب هاي النوليج في إيش فيك رح يختلف كإنسان أنا متأكد إنه تركيبتك الدماغية الكيميستري تاعة دماغك رح تبلش تختلف لأنك أنت بتفتح على عالم مختلف تماماً رح أخذ أكمن سؤال وبدي بس أذكر إنه بالنهاية رح أحكي عن كورس كنز الاستقبال اللي أنا بعشر أسابيع بدخل فيه بعمق رهيب وصممناه إنه يكون برمضان لأنه رمضان هو أكثر شهر في مساحة مساحة جسدية ومساحة نفسية في تفريغ فبدأ ما تعبيه بأشياء حكيفاضي ومسلسلات حكيفاضي ودراما مع احترامي لكل مسلسلات عبيه بنولج روحانية تقدر تسقل نفسك لأعلى التدرجات تاعتها حلو واحد من الأسئلة What are the negatives of expanding receiving? يعني إيش الأضرار من التوسع بالاستقبال? سؤال رهيب بالكورس بدخل فيه بعمق حتى واحد من الأسابيع اسمه أخطار الاستقبال ركز معاي الاستقبال بحد ذاته توسع فيه ما إلو أخطار لأنه السيستم أصلا ما رح يسمح لك توسع أكثر من قدرتك السايكولوجية على التوسع رح تضرب حد جديد وحد جديد ولكن طلع إي متى بتصير المشكلة؟ المشكلة بتصير لما تفكر إذا أنت استقبلت معناته فيش إشي بدك تعمله حتى تحول استقبالك لشيء مادي يعني بصورة تحكي أنا باستقبل كل أموال الأرض معناته فيش إشي أعمله حتى أجيب أموال على الأرض لا أنت بتستقبل طاقة الهدف بتستقبل الشيء اللي بدك إياه رح يفتح لك الأسباب اللي تعمل فيها بعدين بدك تسعى على الأرض ولكن رح تسعى من طاقة مختلفة رح تسعى من وفرة رح تسعى من حب رح تسعى من نية مختلفة راح تسعى من مساحة مختلفة فإياك توهم حالك إنه الاستقبال معناته فيش سعي لا هي دارة بدها تدور من استقبال للعطاء شغلة تانية ما تحول الاستقبال كأنه الناس بتيش تخدمني أنا أنثى بس بستقبل الناس تجيب لي أموال الناس تجيب لي هاي مش هيكا الاستقبال الاستقبال أنت بتعيش في حالة ديناميكية مع المصدر مع السورس بتوسع بتستقبل منه أكتر وبتكون قنالة النفع فلعشان تربط بالاستقبال بأكتر عشان ما الاستقبال يسوي لك أي ضرر اربط دائما بنفع أنت بتوسع لتستقبل لتنفع أكتر هل يتعارض الاستقبال مع التدرج في التطور بالوعي؟ أبداً زيرو لأن الاستقبال هو رح يفرجيك شو الحدود تاعتك هو رح يفرجيك قديه أنت قديه أنت حاد حالك أنت ما رح تطلع من هذا الحد لحد ألف يعني أنت ما رح تطلع بقدرتك على استقبال الجمال من صفر لمليون مرة واحدة ما رح تطلع بقدرتك على استقبال الجمال من واحد حاس حاله قبيح لأنك أنت بتشوف أنك أنت بتسبح فيك بالجمال من الروعة الربانية اللي بتتجلى من خلالك هاي النقلة هائلة ولكن أنت لما تعرف الطريق أنك أنت قادر توسع كل مرة رح توسع الحد تاعتك وتشوف شو الشكوك اللي بتوقفك يعني إذا أنت عندك شايف أنك قبيح رحكي بتعرف حتى القباحة أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر منها رح تشوف أنه هي طالعة من أفكار قديمة ورح تروح ولكن أنا رح تحكي أنا بسمح لنفسي أستقبل أكبر من الجمال من حدود الجمال اللي أنا تعودت عليها أنا بسمح لنفسي أستقبل أفكار جمال عن حالي أكبر من أكبر حد أنا تعودت عليه شوي شوي رح تشوف شو الحدود اللي بتطلع لك رح يطلع لك أفكار مين ينفكر حالك أنت أصلا من الجميل فرغ وتوسع بالتجاه الوساحة الجديدة ورح تصير هي الطاقة الجديدة اللي بتحركك ممكن يجيني خوف من استقبال التحديات لأنك ما جربتي أو لأنك ما جربت خلي المرجع يصير عندك تحدي وإحكي أنا باستقبل أكبر من هذا التحدي شوف شو بصير أنا باستخدمها بالجيم مثلا بدي أعمل عشر راوند لأشي معين لما تصير إيدي مثلا آه تسعة ترج بحكي أنا باستقبل أكتر حتى من هذا الجهد أو من هذا التعب فلحظة لما أحكيها ببطل عقلي قاوم وفجأة جسمي قادر يكمل واحد وثنين وثلاثة وأربع راوندات بعديها لأني كسرت هذا الحد لأنه اللي بيصير لما أنت تضرب حد عندك ذهنك بلش يقول لك بكفي 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 فأنت لما تقوله أنا باستقبل أكبر حتى من هذا الحد فأجي بصير يحكي ذهنك آه في ساعة عندي أكتر أنا ما انتبهت لها أنا كنت بخبيها مش منتبهي لها فرح تبلش تشوف أنه دائما بعد الحد تاعك في مساحة استقبال أنت ما كنت منتبه عليها هل في معرقلات بنعملها بتوقف الاستقبال؟ بكورس الاستقبال بحكي عن سبع معيقات في العقل اللاواعي وبدخل فيهم في تفصيل رهيب واحدة من هالأنظمة يعني تخيل حتى النظام الرأسمالي النظام الاشتراكي أي نظام بالعالم إلو حدوده قد يقدر يستقبل فأنت جزء من هاي الأنظمة بدون ما تنتبه هل في أشياء بتقيدني زي ما حكيت لك لما إحنا نبلش نحل السبع معيقيات للاستقبال بالكورس هذا رح يفتح عندك وسع رهيب ولكن بصورة عامة اللي رح يوقفك هو عدم إيمانك بقدرتك على التوسعة يعني لما إنت تحكي بدأ وسع أول ما يحكي لك جزء منك ما بزبط ما بزبط ما بزبط بتسدقه فأنت بتسدق الشكوك اللي بتطلع من الحد تاعك بدال ما تكذبها وتستقبل أكبر منها الاستقبال يصلح أكثر للمرأة أو للرجل سعال رهيب هنا عنا فكرة أن الاستقبال هو بس للأنثى نعم حالة الاستقبال هي حالة أنثوية ولكن الاستقبال أنا عم بحكي عنه متكامل لأنك أنت بدك تفتح لحالة الأنثى الاستقبال والذكر هو اللي بتحدى الحدود اللي قديمة اللي عندك إياها أنه يوسع فيها وتصير قناتك أكبر حتى تنفع أكتر فهي فيها التنين هي عملية متكاملة أصلاً في واحدة من أسباع الكورس عنا أسبوع كامل اسمه استقبال الذكر والأنثى يعني أنت كسيدة لما تطلع على الذكر هل تقدر تستقبليه بالكامل؟ تستقبل كل الخصال تاعته؟ ولا في خصال بتلعنيها؟ لأنك مش عارف تستقبليها؟ في أسرار هناك رهيبة 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 خلينا أحكيكو شغله هاي بدأ أعطيكو سر صغير اتطبقوه أي حكم عندك ورا في مساحة للاستقبال أنت قفلتها ما انتبهت عليها أنا لما أنتبه على أي شخص أي شيء بحكم عليه بحكي كالتالي أنا بسمح لهذا الحكم يتفرغ ويفتح مساحة الاستقبال الخلف واللي أنا غير واعي عليها أنا بحكم على شخص مدائقني أنا بسمح لهذا الحكم يتفرغ ويفتح مساحة الاستقبال الخلف واللي أنا مش منتبه عليها الأحكام بتوقفك عن استقبال شيء أنت ما بتعرفه يعني كنت بتحكم على شخص وأن هذا الشخص كتير نايت ما بعملش إشي بالحياة بس يمكن أنت بتمنع استقبال الاسترخاء خلفها أنت بتحكم على بنت أن هاي البنت تدلوه على زيادة أنت بتمنعي حالك تستقبلي لذة الأنوث في مكان معين مش شرطة تكوني زيها ولكن أنت مسكر مساحة استقبال عندك إياها بكوني واعي على هذا الأشي حدا بسألني هل هي زي الـ affirmation أنه كلمات نكررها ونعملها خلال اليوم ما بتعملها بدون وعي أنت بتكون part من الـ process أنت يومياً عم بتوسع حالك من خلال الأسئلة من خلال التدريب الذهني بس أصلاً ما رح تعمل هاي العملية إذا ما كنت فاهم أنه المصدر لا محدود أنه العناصر لا محدودة أنه نفسك قادر التوسع فكل اللي شرحناه قبل هو الـ foundation هو الأساس اللي أنت بتبني عليه هاي العملية كيف أتعامل مع النتائج المحبطة تقدري تستقبلي حتى أكبر من الإحباط ذاته أكبر من التوقعات اللي حطيتيها هتلاقي إنه في مساحة جواتك تحتوي الإحباط وتحتوي التوقعات وفي لسه مساحة عندها تتحرك بشغف أكتر حد عم بسأل كيف بدي أستقبل أنا بخاف إنه أستقبل مرات لأنه في ناس حوالي السلبية كيف تمنعني من استقبال هذا موضوع تاني اسمه الحدود والاستقبال هذا واحد من أسبوع الكورس نحكي كيف تقدر تتعامل مع الطاقات السلبية إذا أنت فاتح الاستقبال الواسع وفي طاقات سلبية حواليك تتعامل معها هذا موضوع عميق فبديش هلا أدخل فيه شنو السبع معنقات بقدر أقولكم إياها بس ما رح تكون منطقية عشان كل واحدة بدها أسبوع كامل شريح وأنا حكيت لكم جزء منها الأحكام المادة الأنظمة المكان والزمان حكيت لكم كتير أشياء منها أوكي طيب مقتل عن كلامك بس كيف لا أسمح للعالم المادي إنه هو ليحدد مقدار استقبالي لأنه إحنا مبرمجين ما نستشعر بشيء إلا ذي شفناه بالعالم المادي ركزوا بالكلمات إحنا مبرمجين أول شي ما تشملني بالإحنا تاعتك إحكي إنت اخترت إنك تكون جزء من برمجة جمعية أنا كعهاب متجزء منها فأول إشي ما تشمل الإحنا عشان تسهل لحالك إنه يلا كل يعتني لا فيه ناس مش بهذه البرمجة فكون واعي إنه فيه ناس بره هاي البرمجة تاني إشي بتبلش تكسرها بإنك تتحداها آه أنا مبرمج أطلع دائماً على الحدود بأشياء مادية بسمح لنفسي أستقبل أعلى من عالم المادي بسمح لنفسي أستقبل أكتر من اسم الرزاق أكتر من أي حد أنا تعودت عليه في حياتي بسمح لنفسي أستقبل الرزق الحوالي الغير مرئي أكتر من حدود خيالي حتى من حدود قدرتي على الرؤية هاي الأسئلة عم تفتحك أكتر وأكتر 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 لحد ما توصل مرحلة رح تقدر تطلع على الأشياء وتشوفها بأكتر من بعد رح تقدر تطلع على الأشياء وتشوفها كتذكار لعمق أسماء ربانية عميقة تمام رح أاخد كمان سؤال هل يزيد الأخذ إذا زاد الاستقبال أوكي روعة الأخذ تقريبا عكس الاستقبال الأخذ بيجي من شخص أو من بلد أو من كيان أو من مؤسسة بدي أخذ منه فيها فورس الاستقبال أنت بتتعامل مع مصدر بتدفق عليك بكميات لا محدودة وأنت عم بتوسع نفسك لاستقباله فهو عنده أصلا متاح إليك أكتر من اللي أنت أصلا ممكن في حياتك كله تنفيقه فالأخذ فيه طاقة بدي أروح من بره وآخذه وإله مكانه مش معناته غلط إله مكانه بس عكس الاستقبال الشخص بالاستقبال كلمة أخذ ما بتكون ما بتكون موجودة جوا بهنه ما بفكر بدي أخذ رزق بدي أخذ فرص بدي أخذ هاي هاي النوعية من الوعي هي عادة الناس لما يدخلوها في بداية عمليات التحفيز في بداية عمليات الإنجاز بدي أوصل بدي أحقق أهدافي حتى لو الناس تحدوني غصبت عن الناس بدي أعملها حتى لو كل الناس وقفت بوجه رح أخذ حقي من الحياة كأنك أنت رايح تصارع مع الحياة كأنه أنت علاقك فايت مع الحياة إله مكانها بس إذا أنت عايش وعم تمشي منها مانت أنت باث اليسر بتاع الاستقبال اللي عم بحكي لك عنه لسه أنت ما لمسته وعفكرة للناس اللي بتحكي يا بهذا الإشي مش عملي دخلك فرجيني نتائج حياتك يا أبو العملية أنت فرجيني نتائج حياتك يعني هل أنت ماليا أحسن مني هل أنت بالصحة أحسن مني هل أنت بالعلاقات أحسن مني هل أنت بالتأثير أحسن مني هل أنت بالرسالة تاعتك أحسن مني هل أنت بالعمق تاعك أحسن مني فإذا أنت مش أحسن مني بهذه الأشياء لأنه فيه إشي تتعلمه لأنه أنا ماشي على منهج الاستقبال وبعرف القوة والعمق تاعه ومنهج استقبال هو مش منهج نياضة هو مش منهج ما أعملش إشي بالحياة هو مش منهج أقعد بالبيت وأستقبله ما أشويش إشي هو منهج ديناميكي بتمشي فيه مع الحياة ولكن نفسك عم تتوسع وإنت عم تمشي مش مديق وبدك صارع مع الحياة صارعة أنت الأمور عم تمشي أسلس عندك أنت عم تمشي في عالم وفر مختلف تماماً رح تفتح عليك احتماليات في حياتك ما فكرت فيها غالب الناس عايش في احتماليات جداً جداً ضئيلة وجداً ضيقة حتى أسئلتك حتى طموحك حتى توجهاتك رح تختلف هلأ بدي أختم بهاي الشغلة الاستقبال منهج الاستقبال لايف ستايل مش إشي بتعمله مرة وبتروح بعدين تهدى عليه عشر تيام بعدين ترجع له بعد ست سنين إذا ما استخدمت الاستقبال يومي وما تأملت بأفكار واو تخيل في رزق لا محدود تخيل في فرص لا محدودة موجودة الآن حتى لو أنا مش شايفها أكبر من البلد اللي أنا فيها أكبر من الزمان اللي أنا فيها وأنا قادر أني أنا أستقبلها ولكن أنا ما عم باستقبل منها غير على حدودي النفسية فخليني أسأل بقدر أستقبل أكتر من الفرص المتاحة اللي الآن أكتر من أي وقت استقبلته قبل وأي أشياء بتشككني بهاي القدرة بلغيها بشفرها من كل مكان زمان واقع وخليني أجرب أحس المساحة اللي فيها فرص استقبال أكتر من أي وقت استقبلته قبل اتخيل أنت عم تلعب بهاي الأسئلة عم تلعب بهاي الذهنية يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم رح تحس abundance فتحات رهيبة أنا اللي عم بعطيك إياه مفتاح الفتحات الربانية المدد الرباني الاستقبال غير الرزق تاعي غير علاقات تاعتي غير علاقتي مع زوجتي غير سرعة تنقلي في الأرض غير عملي غير ثرائي غير تأثيري غير إحساسي بحالي غير الوفرة شال مني المخاوف تعوني النقص والقلة وبالكي والله بطل في مصاري بالبلد وبطل في مصاري عنا هاي تقريباً حلفت من بالي لأنه صرت عارف أنا عم بتعامل مع مصدر لا محدود صار عندي connection مع ربنا في حياتي ما كان عندي إياه في حياتي أنا بقدر هلأ أزم أنه ربنا وهبني باتصال معاه رهيب لأني فهمت كنز الاستقبال وهذا الإشي بدي أشاركك إياه لذلك عملت الكورس على عشر أسابيع عشر أسابيع كل أسبوع في تأملات في أشياء تعملها في تمرين عملية في تدرج مرعب 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 أنا قاعد معاك يعني على تقريباً شهرين ونص أدرسك بمحاضرات مسجلة وتقدر تحضرها على وقتك هلأ ليش هذا الإشي رح يغير حياتك؟ لأني أنا عم بمسك نفس الknowledge لقلبة حياتي وعن بعطيك إياها أسبوع بعد بأسبوع بعد بأسبوع لا يمكن توصل لأسبوع العاشر وإنت تأخذ هاي النولوجي بتطبق بدون ما يكون عندك فتوحات رهيبة بدون ما مفهوم الاستقبال يتغلغل داخل أعماق العقل اللاواعي ويغير الoperating system يغير نظام المحرك إليك هل هاي المحاضرة بتكفي؟ إذا حضرتها وكررتها وتدربت عليها أكيد رح تعمل فتوحات رهيبة في حياتك ولكن إذا أنت بدك أنا أمشي معاك كguide كمرشد في هذا الطريق step by step by step لأنه بالنهاية في حدود للوقت للمحاضرة أكيد أني قلنستقبل بعد الحدود ولكن إذا أنا بقعد معاك لفترة طويلة أكيد رح أقدر أنفعك بصورة أعمق سواء أخدت الكورس أو ما أخدت الكورس لأطلب منك إذا ما أخدت الكورس احضر هاي المحاضرة أكتر مرة ولكن إذا أنت شخص بدك يعني أمشي معاك عشان تفهم الاستقبال لأنه أنا بقدر أزن أنه هذا أقوى كورس أنا درسته في حياتي في الكورسات الأونلاين هذا أقوى كورس الناس حتى عندنا بالتيم بيحكولي إيهاب هذا الكورس لفل مختلف لفل مختلف هو مش لوحد يعني يبدي يمشي في تعليم بدائية في تطوير الذات This is a completely level مختلف هاد عم بيغير الفابرك DNA تاعك كي بيفكر بالاستقبال عم بيغير دماغك كي بيغير بالاستقبال عم بيغير علاقتك مع ربنا هو فيه فتوحات عظيمة 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 ولما أنت تكون بشهر رمضان وردي عم بتفرغ مساحة رجان ما تعب بيها بحكي فاضي هاد الشهر أقعد وتأمل وكورس استقبال كورس روحاني لأعلى المشتويات ممكن تخيلها يعني لو أنا ما بدأ سميه استقبال بدأ سميه الوصل الرباني المدد الرباني لأنك أنت بتتعامل مع مدد عم تتعامل مع دفق عم تتعامل مع لا محدود عم تتعامل تفهم شو يعني الدفق الرباني اللي ما بيخلص المدد الرباني الغير منتهي المتعة في هاد الكورس غير عادية وإنت موجود فيه وردي رح تصير عندك تغييرات فيه تنين حضروا معايا الكورس لايف وأنا عم بصوره كمية التغييرات كنت عم بشوفها عم بتصير فيهم مرعبة لأنه قردي عم بتغير كمبليتي لذهنيتك للحياة حتى مرتي يعني بتذكر قبل ما أصور الكورس قلت يا باستقبال شو بدك الدرس للناس بس لما بلشت أدرسه وهي موجودة حكتلي واو أنا انذهلت حتى من المعلومات اللي فيه فأنا بعرف إنه هاد الكورس بغيرك مش لأنه معلومات جديدة لأنك أنت عم بتغير طريقة اللي بتشوفيها كل إشي في حياتك هاي المحاضرة إذا شايفها عميقة نقطة في بحر المتاح بالكورس لو أنا ما عندي هذا الشغف الرهيب إني أشاركك هذا الكورس ما كان بحكي عنه بهذا الباشن بس أنا بالنسبة لي بدي إياك تأخذه لأني عارف قيمته عارف قيمة إنك تأخذه مع مجتمع مع كميونيتي قوي جدا فإذا بدك تفاصيل الكورس رح يكون موجود باللينك بالرابط اللي هو في البداية رح يكون عندك اللينك أو بغض النظر أنت وين عم تسمع هاي المحاضرة رح يكون اللينك موجود عندك روح اقرأ اللاندك بيج اقرأ الصفحة اللي فيها الكورس شوف شوفي التفاصيل تاها شوف عن شو بتحكي وبالنهاية اللي رح أطلب منك طلب واحد من أخ لأخو من أخ لأخته أنت بتستاهل تستقبل أوسع من الحدود اللي أنت حطيتها حالك أوسع من الحدود اللي أجدادك حطوها عليك أوسع من الحدود اللي بلدك حطتها عليك أنت أوسع استمتع بالحياة استمتع وانتشي بفكرة أنك قادر توسع للعمحدود وعملها بأناقة وعملها بحكمة وعملها بروية وعملها برواق أنت عم تدخل في واحدة من أخطر التغييرات الديناميكية السايكولوجية الروحية اللي إنسان ممكن يمشي فيها الشيطان نفسه بيستصعب يتعامل مع الناس اللي عم بيفتحوا الاستقبال لأنهم عم بيخترقوا منظومته السايكولوجية لأنه إذا أنت بس عبتحاول تغير معتقداتك أنت تستحق ولا ما تستحق فيها لعب كتير فيها لعب شيطاني كتير ولكن الاستقبال رح يخترق حتى أسئلة لأنه بالنهاية شو اللي بوقف الناس؟ ثلاث شغلات هل هذا إشي متاح لي ولا مش متاح؟ يعني لما يخبروا بدي علاقة هل العلاقة متاحة لي ولا مش متاحة؟ هل في ناس مناحة ولا مش مناح؟ هل في زلام بكفاية ولا ما في كفاية؟ الاستقبال رح يخترقها عشانهم بيفترضون الله محدود سؤال الثاني هل أنا بستاهل هذا الإشي ولا ما بستاهله؟ الاستحقاق رح يخترقها لأنك أنت عم تتعامل مع فتح لللا محدود شغلة ثالثة رح يخترقها الاستقبال سؤال كيف بدي أتطور؟ كيف بدي أتطور؟ كيف بدي أتطور؟ الاستقبال بأخذ الموجود وبوسع أكبر منه فالاستقبال بيغير كور جذري معتقدات جذرية قادرة تعمل فتوحات رهيبة في حياتك وأنا أملي أنه كل الناس اللي بمجتمع كون أنت كل المتابعين يبلشوا يمشوا على هذا المسار حتى نفتح مع بعض مسار استقبال خارق مسار استقبال خارق ما نعمل على الأرض قبل أنا واثق أنه هاي التجربة قادرين نعملها مع بعض لذلك البدء تاعتها النوليج تاعتها البداية تاعتها أن يكون عندك معلومات سوليد قوية ادخلك في عملية الاستقبال بطريقة آمنة وتدريجية ولهيك عملت الكورس شكرا من كل 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 قلبي لكل حدا عم بيحضر هون لكل حدا موجود هون لكل حدا علق هون لكل حدا إجي السمع من كل مختلف دول العالم إحنا قردي عم نخترق حدود العالم بأنه موجودين من كل دول العالم أو من مختلف دول العالم بشكركم من كل 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 قلبي سدقوني المجتمع الراقي اللي عم بسمع هاي المعلومات هو اللي بعطيني طاقة لا محدودة للعطاء لأنه بعرف جمال هذا المجتمع وبعرف انفتاحهم وبعرف الحكم اللي عندهم إياها وبعرف القدرات اللي عندهم إياها وأنا عاعي أن الاستقبار رح يكون فتح لقدرات لا محدودة في المجتمع كامل فبدي أمسي وأصبح عليك وبغض النظر بين أنت وأحيي لك شكرا شكرا أنك سمعت وبعطت لك ود وحب وسلامات سلام